تساقط الشعر أنا شخصياً مستمعتنا هذه ما نخفيش عليكم لأنه استعملت الوصفة السحرية ديال دكتور عماد اللي فيها زيت الزيتون وفيها الفلفل الأخضر جوج للفلفلات محكوكين متوسطين نعم في كاز كبير أو كاز للعنباء ديال زيت الزيتون وكتديرهم عشرين دقيقة في حمام مريم فوق النار ثم كتخلي الخاليط يرقد ليلة كاملة حتى كتطلق الفلفلة هذك المكونات ديالها في زيت الزيتون من بعد كتصفيها للف واحد زي في حياتي أو في الغربال ولفشي صفها يرقيقة باش ما كتتحبطش ديك الفلفلة كتتمعكيها وكتصفيها مزيان وكتديرها في قارورة زجاجية ما الأحسن ينكون لون ديالها غامق للحماية من أشيعات الضوء والشمس ولكن هذي على إيتي حال درتها في تلاجة مرة في الأسبوع كتشق بيها السيدة الشعرها والفروض الرأس تقوبية هائلة هي كدي شوية بحل تكتوكها بحل درت السيدة تكتوكها في شعرها تريحكي جزوينة ديال ولكن فعلا يعني من الاستعمال الأول كتعطي واحد نتيجة رائعة وغتشوفي فعلا على أن الشعر ديالك كيتغدى بعمق وزغبة كتتبدل يعني في الاستعمال الأول فما بالك على مرور ثلاث شهور فهذه يجربها الكثير من المستمعات وعطت نتيجة هائلة لأنها كتوقف تساقد الشعر وكتساعد على الخلفة واستعمال مدة دياله ثلاث شهور فقط لأنه الشعر كيعود يخلف على مدة دياله ثلاث شهور لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله